ومن البطحاء إلى إقليم بحر الغزال حيث قدمت جمعية الشباب من أجل تنمية إقليم بحر الغزال مجموعة من المساعدات المتمثلة في بعض من الأدوية الطبية والمستلزمات المدرسية ترأس مناسبة التسليم محافظ مقاطعة بحر الغزال جنوب أحمد حامد عبد المجيد والتفاصيل جمعية الشباب من أجل تنمية إقليم بحر الغزال بالتعاون مع التجمع العالمي للشباب المسلم قاموا بتقديم مساعدات طبية إلى المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم بحر الغزال هذه المساعدات تتمثل في مجموعة من الأدوية الموجهة لعلاج الحالات الطارئة وكذا بعض الكتب والأدوات المدرسية التي تم تسليمها للمندوبية الإقليمية للتربية الوطنية رئيس جمعية الشباب من أجل تنمية إقليم بحر الغزال آدم علي خلال هذه المناسبة قال إن هذه المساعدات هي رداً على الحاجة الماسة المتمثلة في النقص الكبير للأدوية الخاصة بعلاج الحالات الطارئة كما أنها تدخل في إطار خدمة سكان الإقليم وتحسين الوضع الصحي والتعليمي بالمنطق من جانب آخر حية محافظ مقاطعة بحر الغزال جنوب صالح دهب محمد هذه البادرة الإنسانية التي اعتبرها تدخل في إطار برنامج الحكومة التشادية المتمثل في تحسين مستوى الخدمات الموجهة للسكان خاصة في قطاع الصحة والتعليم ومما لا شك فيه فإن هذه المساعدات ستخفف من معاناة المرضى وستلبي احتياجات التلاميذ وستدفعهم إلى تحسين مردودهم التعليمي ترجمة نانسي قنقر